يعني قبل الانفصال يا جماعة ببقى فيه خطوات لازم ناخدها يعني قبل ما الناس تنفصل نقول له مر بخبرة الانفصال كأنك انفصلت طب قبل ما تعمل ده ايه خد بالأسباب يعني نروح لحد استشاري أسري حد معالج نفسي يقيم الوضع معاك ويبص لأصليمتوا الاتنين مش متخصصين فأنت مش هتعرف تاخد الكرار انت هتاخد الكرار بناء على مشاعرك انت يعني هي لما قررت انفصل احنا كتير جدا بنشوف حالات زيها كده وتقول لك والله انا قررت انا مش عارف اكمل وانا مش هغلط فانا هنفصل علشان اعرف عيش واحترم نفسي وكمل نفسي وانا موافق ان هو يبقى الحياة بيننا مكملة عادي خالص لانه هو اب كويس اذا ما حضرتك قلت ممكن يبقى مصقف او مستوى التعليم كويس او مكانته الاجتماعية مرموقة فالمشكلة بتقع هنا فيه ان احنا عندنا نقصة في الزكاء العاطفي بتاع الشخص هل احنا محتاجين كمؤسسات وكأسرة او كتعليم ان احنا نركز على ده احنا بنركز على المهارات الاكاديمية وانا يعني اول مبارح لسه من يومين شايف بنوتها بابا جايبها لي هي البنت كانوا عايشين في الخليج ورجعهم عايشوا في مصر هنا فدخلت مدرسة ايش جي طبعا فيه فرق ثقافي وحضاري وكل حاجة فبدأت تتعرض للتنمر بدأت تحس انها مرفوضة بدأت بتروح ما بتعملش ايه ما تشاركش ايه حاجة خالص مديرت المدرسة او المدرسين بتاعها واصفوها انها عندها توحد وقالوا لاب بنتك عندها توحد لان البنت منعازلة ومتتكلمش مع اي حاجة خد بنتك علاجها احنا هنا دورنا اكاديمي فقط مهمة محدش بص يا دكتور عشان ما نقعدش بقى ايه يعني نضيع وقت الحلقة عشان نقول لازم يدرسون في المدارس وبتاع يعني دي نعمل لها حلقة تانية اكاديمية نعمل حلقة بقى كده ونجيب ايه يعني اهل الحكاية مهم يعني خلي بالك لكن انا عايزة اقف عن دي حتى دي معلش يا دكتور في دلوقتي ستات كتير دلوقتي بتفرج علينا لسه بتفكر تانفصل ايه يعني نفس حالة ليلة اللي هو ايه اه انا معي راجل كويس ومحترم وبيصرف علي وبيصرف على البيت وقدام الناس واو بس مش مديني احتياجاتي وانا كأنسة وكست مش حاسة نفسي انا انا عايزة راجل يحبيني وهتم بي احنا بقى في المرحلة الحارجة دي انا معيك في المرحلة دي اللي هي ايه بتاخد القرار في المرحلة دي بقى كأنها دلوقتي اتجات لك العيادة وبتقولك يا دكتور انا كست مش موجودة عنده فهي تعمل لو هي لسه ما نفذتش خالص بانصحها انت واخد قرار خلاص اوكي بس التنفيذ ممكن يكون في وقت تاني لا ممكن تتراجع عن القرار بالزبط كتا يعني قل لها حاجات تعملها يمكن حياتها ترجع حلوة تاني انا اكمل معها على اساس ان هي جايلي انا خلاص واخد قرار وانا استنفيذت كل حياتي داللي بتقلينا في العيادة اه انا جاية يعني خلي بالك انا جاية دي اصلا هي وجودها معناها انها ما استنفيذتش وان هي جاية تدور فعلا فبقول لها وجودك في العيادة اه او في المكان يعني معناها اللي احنا لسه بنحاول وعندنا امل ان احنا نرجع تاني تعمل ايه هنرعمل ايه تاني احنا نقعد مع الطرفين ونقعد نشوف كل واحد فيه ما هو مفهوم وايه يعني هو ممكن تصور انا جاية دلوقتي عندك في العيادة عشان اريحك لايف يلا اشان رياحك اه احنا لايف اهو انا ليلة يا زيدي هتبيني زي ليلة جوزي مش هيجي معي ومبيجيش ومبيجيش ومش هيجي انت بقى انا ستة هو معك قول لي اعمل ايه عشان حتي ترجع حلوة تمام هنرجع تاني انت عاوزت انفاصلي علشان حتة المشاعر فاحنا بنقول احنا الطرف اللي جاننا هي الست اللي جاية تشتكي فاحنا دلوقتي خلاص انت استنفذت كل السبل بتاعتك احنا محتاجين شوية وقت شوية انت بتتكلم عن نفسك وهو بتتكلم عن نفسه احنا في الجواز دي علاقة ما بين طرفين اللي اساسها السكن والموادة والحب والحب مفروض ان هو مبني على العطاء مش على الغريزة او العطفة يعني بس يبقى الاستشارة الرد على الاستشارة ان انا لازم اقعد معاه وعرف ايه ما تيجي من الاول كده انا بيضيقني كده نقطة من اول السطر احنا بنبدأ من اول وجديد واحنا وصلنا لطريق واحنا بقالنا سنين بنحاول نمشي بالطريقة اللي انت بيقول عليها دي انها يعيشة والسلام وانتو ام بقى وعيشوا ام وانا اب وعيش ابو وخلاص بس الحياة بيننا بعد شوية هتقف طيب ولازم نحسسه ان ممكن اصيبك يعني انا ممكن اخب بعدي وامشي